اهلا يا رفاق انا جات من دي سي كيدز ومرحبا بكم في حلقة اخرى من باتمان 101 حيث نناقش كل شيء عن باتمان اليوم نتحدث عن الرجل وراء القناع وانا لا اتحدث عن صديقنا بروس وين نعم هل تعرفون ان هناك اشخاص اخرين ارتدوا البذلة؟ غريب صحيح؟ لكن بروس يعرف ان حماية هويته السرية هي السر لبقاء شخصية باتمان حية لهذا يدع بعض رفاقه يرتدون البذلة والعباء لنكتشف بعض الشخصيات التي حلت محل باتمان على مر الاعوان حرفيا مثل تاري ماك جينيس والذي حل محل باتمان وارتد بذلته في باتمان بيوند نعم اشتركوا في القناة موسيقى؟ افعله! هل رأيته؟ أين هو؟ طريق! طريق! حسناً، لنذهب! الآن أنا سيطرق، أتمنى أنك سعيد موسيقى اضعك أمامك ضدها اضعك ارتدى الكثير من أصدقاء باتمان بذلته وحتى بعض الأعداء وبرغم أنها لا طريق إلا ببروس وين لكن هناك بعض المحاولات المثيرة كمثال رقم واحد تاري ماجينز مثل بروس تاري ماجينز يتيم يمتلك شغفاً لمحاربة الجريمة وإنقاذ الأبرياء ظهر للمرة الأولى في باتمان بيوند السلسلة تتوقع شكل غاثم سيتي في عام 2039 وكما تتوقعون هناك الكثير من التكنولوجيا الغريبة لذا كان ببذلة باتمان التي ارتداها تاري تقنيات حديثة لمحاربة أشرار المستقبل رقم اثنين بمناسبة الأشرار أكثر من شخص حاول أن يسرق عباءة باتمان بالرغم من أن الأمر لا يسير جيداً في باتمان الشجاع والجريء أولمان هو نسخة باتمان الشغيرة في بعض آخر لذا عندما وصل لمدينة غاثم بالطبع حاول السيطرة على شخصية باتمان في العالم الجديد لكن بعكس باتمان إنه لا ينقذ أحداً شريطة الرقم يبدو أن الشغيرة في العالم الجديد يعمل من أن تقوم باتمان تقوم باتمان بالطبع، يبدو أنني لم أكن أحداً في العالم الجديد في العالم الجديد خطر خطر اشتركوا في القناة دعواه لدعواه وقدفت مجرعة السلطة هل أنت فيلان الثالث؟ غرين ايرو، الوصول الذي تتبعه ليس أنا، هو دوماي من العالم البرالي صحيح لديه سبيدر هؤلاء مثل هذه على غاثم، قمت بسرعة من المساعدين لم أتوقعهم لإستخدامي مذهل، أولمان في نفس قوة وسرعة باتمان تقريباً لكن كاميرا ايتم ليس شخصي جيداً، ولا يشبه باتمان رمز العدالة في شيء ووهو تريدون معرفة من ارتدى البتلة أيضاً؟ لنكمل مع رئيس شرطة مدينة غاثم جيم جوردن رئيس الشرطة المفضل للجميع كان حليفاً لباتمان منذ أن بدأ في محاربة الجريمة شكراً لكل طريقاتك، باتمان، فالوقت تقريباً لإستخدامنا للجميع إلى المساعدة المساعدة؟ المساعدة جيدة، أحياناً، 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 جميعاً، جيم جوردن مدافع قوي عن العدالة، مثل باتمان، إنه ذكي وقوي، وكان داعماً لباتمان في الكثير من المناسبات إنه بديل مناسب لارتداء البذلة في غياب باتمان لا، يجب أن تتحرك، لا تتوقف، لا تتوقف، ما الذي أحاول أن أعيب بها، أريد أن أكون شخصاً، أنت شخصاً، جيم رقم أربعة، ديك غريسن لدينا في نهاية قائمتنا الفتى المذهل بنفسه، تعرفونه كأول شخصية لروبين، والذي سيصبح لاحقاً البطلة نايتوينج لكن هل تعرفون أن ديك غريسن تنكر في هيئة باتمان؟ من غيره يستطيع القول إنه قام بدور شخصيتي الثنائي الرهيب؟ لا تصدقوني؟ إذن شاهد ديك غريسن يرتدي البذلة في مقطع من باتمان الشجاع والجريء أعرفت المكان الذي سيقصده ذلك الوحش يا ديمين لو كنت الإبن الذي أراد مني أن أكونه، كان علي أن أفعل شيئاً، لربما أنقصتهما بعض الأشياء يجب أن تحصل، البعض لا يمكنه تفادي المأساة، لكن المأساة هي ما جعل بروسوين ما هو عليه، وما جعلني ما أنا عليه لا أعرف إن كنت قادراً على حمل إرث باتمان، لا أعرف إن كنت أريد ذلك، لو أغفقت سيتأذى الناس علمك وليدك كل ما تحتاج إليه لتحمي نفسك والآخرين عليك أن تثق من نفسك لتستعمل هذه المعرفة تذكر يا ديمين، لتحمل إرث باتمان يجب أن تكون أكثر من باتمان أعرف هذا هل ستقوم بمنع؟ سأحرص على ألا يؤذي جوكر أحداً مجدداً لابد أن ارتداء البذلة رائع جداً يحتاج الأمر لشخص مميز ليتحمل تلك المسؤولية ربما أصبح يوماً باتمان، لكن أهناك عباءة بمقاصي؟ شكراً للمشاهدة يمكنكم تفقد كيبت كرو ساترديز كل أسبوع لمشاهدة المزيد من باتمان هنا على دي سي كيدز الحلقات المعروضة في هذه الحلقة متاحة للتحميل الإلكتروني من ورنر بروز انترتينمنت أراكم لاحقاً اشتركوا في القناة